اشتركوا في القناة في برج الحوت في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وراح يظل القمر في هاي المنزلة او مرحلة الانتقال لغاية الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة لا يكون القمر انتقل لمنزلة الشرطين طبعا هذا من مساء هذه الليلة اللي هي الثلاثاء منزلة الشرطين جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر والحلاقة للشعر طبعا القمر الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليلة الثلاثاء اللي هي الليلة الثلاثاء على الأربعاء بالقمر بانتقل من برج الحوت لبرج الحمل فعشان هيك يفيعنا خلوه المسار حكينا في حلقة الأمس ان خلوه المسار مدته تقريبا ست دقائق وخلوه المسار هي حالة الانتقال وبكون القمر ما بشكل فيها أي زوايا فتسمى هاي المرحلة أو هاي الفترة فترة خلوه المسار هي فترة سلبية طبعا بما أنها ست دقائق يعني مش هالوقت يعني هي سريعة ولا لو مد أطول من هيك بتكون هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بيكون انتقل واستقر في برج الحمل عشان هي بتبدأ تأثيرات برج الحمل تأثر علينا من ساعات العشاء تقريبا بنصير نشعر أنه في طاقة كبيرة موجودة عنا للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا أنه في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب أو مشدات غير مرغوب فيها ومنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضه ممكن أنه يقوم بإدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاويتين اليوم ببلشوا تأثيراتهم الأولى إيجابية والثانية سلبية أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية الإغتران الإيجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا رح تبدأ تأثيراتها ابتداء من اليوم 25.05 ورح تستمر طبعا تأثيراتها لغاية يوم 2.06 ولكن ذروتها يوم 29.05 الساعة 10.30 صباحا هاي زاوية بتخلق جو من التسامح لأنه في هاي اللحظة ممكن أن نسامح أي شخص أخطأ أو ممكن أنه يخطئ بحقنا ونمد يد العن لهم وبتدفعنا للتراجع عن الأخطاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو وهاي رح تبدأ تأثيراتها يوم 25 اللي هو اليوم 25.05 ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 28.05 ذروتها يوم 27.05 طبعا ذروتها رح تكون في ساعات الصباح الساعة 26.28 دقيقة صباحا هاي شوي بتدفعنا للعنف وتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين المزاج وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية فعشان هيك الحبيبة والمتزوجون هدولة بدهم يمسكوا حالهم ما يطوروا الأمور في هاي الأيام اللي هي من 25 إلى 28 والمريخ زي ما حكينا في مراحل الانتقال وعطارت بتراجع فبدكوا تمسكوا عصابكم قدر الإمكان وخصوصا اللي في خلافات ما بينهم أما دوليا فهاي الزاوية بالدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة في الساحة الفنية فبعض المطربين أو الموسيقيين أو الفنانين اللي في القمة ممكن أن يصدر منهم أي أمر فينحدروا للحضيد بسبب رتابة عطائهم وعدم قدرتهم على تغيير أساليبهم وتجديد عطائهم أو ممكن أن يتسبب لهم أو هيك يكون فيه يتعرضوا لمؤامرة لا تدني سمعتهم أو تشويها في هاي الفترة لا يستحسن طرح انتاجات فنية جديدة للأسواق ولا إقامة حفلات في هاي الفترة لأن النتائج غالبا بتكون مخالفة وغير متوقعة وممكن يصير برضو بعض المشاكل أو يتعرضوا لبعض المشاكل أو عقبات في الانتاج في التوزيع حتى ممكن في السهرات الفنية فعشان هيك يكون يستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية أو الحفلات لأنه ممكن يصير فيها حوادث وعنف وعدوان أو احتمال وقوح حرائق أو حوادث غير متوقعة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين أطارد وبين المريخ وهي حكينا أنه من 22.5 إلى غاية 25.5 آخر يوم لإلها وهي زاوية تأثيرات أنه بسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم على آخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهراء وبين زحل وهي مستمرة لغاية يوم 26.5 مناسبة للاستقرار في العلاقات العاطفية الناجحة وبتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وبرضو تأثيراتها هاي لغاية يوم 28.5 وهي إجمالا بتدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو إيجابية تزديس بين المريخ وبين بلوتو وتأثيراتها برضو لليوم آخر يوم لإلها هاي اللي بتجعلنا شوي نكون هيك في بعض الأحيان خجولين ولكن ممكن أن نرد على أي شخص ممكن يثيرنا بعنف شديد بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل اللي هي الزاوية البطيئة طبعا في عنا زاويتين سريعات وزاوية بطيئة اليوم دروتها الزاوية الأولى زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا فممكن أنه عفوا هي زاوية اقتران إيجابية ممكن نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون آخر تسديس زاوية تسديس ما بين القمر والشمس الساعة خمسة ودقيقتين صباحا فهاي زاوية بتخلينا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء وبرضو منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة اليوم ذروتها هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي زاوية تأثيراتها من يوم 22.5 إلى 31.5 بيزيد من حد الذهننا والحدث والنقد وبرضو بتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اللي هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما بالنسبة للعمليات الجراحية فما زالت الأجواء لا ينصح بإجراء عمليات جراحية فيها إلا إذا كانت اضطرارية أو ضرورية جدا واللي بيكونوا بغدوا أسبرين أو مميعات دم إما أنهم بيكونوا واقفين موقفين هذه المميعات قبل بوقت أو إبلاغ الطبيب قبل العملية بأنه هو بتعطى هاي الأمور هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن يصلح لإزالة الشعر الزاد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص ولا يصلح للقص اللي علاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو في برج الحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم 27.05 بيبدأ الخلو المسار ساعة 23 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة 6 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 12 و17 دقيقة بعد منتصف الليل بيصير عمر القمر 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيدة بنسبة 100% الآن لغاية ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 85% القمر في الحمل حتى يوم 27.05 هو منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء تزداد نسبة السعادة عنده وتصل لـ 60% عطارد في برج الثورة بيتراجع طبعاً ورح يظل بعملية التراجع حتى يوم 36 هو سعيد بنسبة 5% الزهرة في الحمل حتى يوم 28.05 سعيدة بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 57 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28.07 بعدين بيبدأ في عملية التراجع في هذا التاريخ سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24.08 بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 15% أما أنبتم في الحوت حتى يوم 28.06 بعدين بيبدأ في عملية التراجع وهو سعيد الآن بنسبة 15% بلوتوف الجدب يتراجع حتى يوم 18 هو الآن منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من ساعة المساءلة وطيلة النهار الأجواء جيدة جدا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وممكن اليوم تنجحوا بالدفع بمصالحكم الأجواء بتصير جيدة وداعمة والوقت هذا مناسب لحسم بعض الأمور العالقة ممكن تسمعوا اليوم جواب كنتوا بتنتظروه أهم إشي أنكوا تتحركوا وما تنتظروا أن الفرصة تيجي لعندكم حول أنكوا أنتوا تبحثوا عنها وما تضيعوا الوقت هذه فترة ممتازة جدا وبداية جيدة وجديدة فيها كثير من الدعم للك ولكن بتكونوا تحذروا من العصبية والإندفاع في هذه الأدولة اليومين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً القمر مازال موجود في بيت المتاعب لأن انتقل واستقر في بيت متاعبكم فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكونوا تضعوا سلة من العولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لخذائكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات لأنه زي ما حكينا القمر في بيت المتاعب بضعف كثير من الأمور فعشان هيك ممكن تشعروا ببعض الخيبة خصوصاً ممكن يخيب ظنكم في بعض الأشخاص وممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وبرضو بدك تنتبه من طباعك لأنها متقلبة ومزاجك متعكر حاول أنك ما تخالف القوانون لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو دعوة أو لقاء اجتماعي بتقدر اليوم تعبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وممكن هيك شوية تحس أنه عندك بعض الأحاسيس المتناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمديد العون إلا الزملاء ولكن ما تعتمد كثير على الحضوظ لأنه عطارك زي ما حكينا بيتراجع وبيتراجع هو كوكبك وبيتراجع في بيت متعبك فعشان هيك حاول أنك تضبط تقلبات مزاجك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وهذا يوم مناسب لتقديم طلبات أو مقابلات أو مناقشات واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد حاول أنك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بأحد الأشخاص اللي ممكن يكونوا إما مرموقين أو من طبقة اجتماعية راقي شوي أو حتى من مسؤولين بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم إشي أنك حاول ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سيئة عشان ما تشوه سمعتك وما يصير فيه أي التباسات بتأثر عليه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاولوا أنك تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ممكن بعض موليد برج الأسد يشعروا بالاعتزاز والفخر اليوم لتحقيقهم كثير من النتائج أو لبعض الدعم اللي ممكن أنهم يحصلوا عليه وخصوصاً من جهات أجنبية أو من أشخاص خارج البلاد أهم شيء أنكم ما تستسلموا ما تردخوا لشروط ما بتناسبكم وحاول أنك تناقش بمنطق برج العذراء بيظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض وبيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولا راهم وممكن يعني هيك شوي تخطئ ببعض الكلمات فتنفهم بطريق الخطأ فعشان هيك بدك تتجنب الكلام الجارح وتحاول أنك تكون دبلوماسي أكثر القمر صحيح مش مقابلك ولكن ما زال بشكل بعض الضغوط عليك أهم شيء أنه بالفترة هاي ما تكفل حد وما داين حد فلوس برج الميزان طبعا القمر صار مقابلك تماما فعشان هيك بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا شراكاتكم المقصود فيها شراكات المال والعاطفة ولكن طبعا القمر لما بيكون مقابل أي برج بضعفه بضعف من طاقته فبتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعروا بالهلع على ضيق الوقت بتكون تحاذروا التراجع الصحي هو ما في خوف أكيد يعني أنه ما في شيء يأثر لأنه القمر وضعه الآن سعيد فعشان هيك حاول أنك تتبع الإرشادات والتعليمات وتتجنب المشاكل وما تتسلط يعني ضبط الأعصاب مطلوب برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا تعاون من زملاء فتقدروا اليوم تنظموا جدوى الغدائكم وتأخذوا قسط الراحة من حين لآخر طبعا القمر في البيت السادس بضغط على الصحة وبضغط على العمل فعشان هيك ممكن اليوم بعض موليد برج العقرب يبدأوا مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أنه المرحلة رح تكون سهلة فممكن تكثر الواجبات وتتزامن يصير عندك أكثر من عمل في نفس الوقت وما تقدر تنجزهم من الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاضروا من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم رغبتكم بتكون قوية جدا وبتزداد أكثر فأكثر في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم هاي الأيام هاي أو بالنسبة لليومين القادمات هذولا فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط والحب والغراميات والهوايات نشطاتكم متنوعة وثقتكم بأنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور برضو ممتازة جدا هاي فترة إيجابية فلازم تستغلها بشكل جيد برج الجديد ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لبعض المناقشة وضبط النفس في نفس الوقت والاهتمام بالمسائل البيتية والعائلية ممكن اليوم تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات وهذا الشيء ممكن يعرضك لبعض المحاسبة وربما لتحديات واستفزازات في منكو رح ينشغل إما بتصليحات وترتيبات أو ترميمات منزلية أو ممكن خلاف معين أو مناسبة لها علاقة بالأهل والعائلة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا اليوم من الأيام القوية جدا بالنسبة لعائلكم فرح تنشطوا في التنقلات والسفاريات والاتصالات منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح أو الاتصالات وإقناع وترويج لسلعة معينة هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجحوا بطرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم وهذا الشيء رح يلفت الأنظار والإعجاب برج الحود بالنسبة لما أوليد برج الحود طبعا القمر الآن صار في البيت الأول البيت الثاني لألكم وهو بيت له علاقة بالمكاسب والحلول المالية فعشان هيك اليوم في فرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك تقللوا من المصريف فقط لا غير اللي ما إلها داعي ممكن اليوم تقدم أو تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية طبعا حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية بشكل جيد امتنع عن مخالفة القوانين وتورط في مشاريع مالية مشفوهة وبرضو انتبه على أموالك من السرقة أو الضياء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الولدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحبه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة